موسيقى مقتلوا مدنيا وإصابة آخرين في قصف الميليشيات حفتر على منطقة الهضبة بطرابلوس الخارجية الألمانية تقول أن لجنة متابعة تنفيذ مخرجات برلين تجتمع في 16 من فبراير الجاري موسيقى روسيا تلوح بفرض قرار وقفة لقنار ودعم مخرجات برلين في ليبيا المقدمة من بريطانيا بمجلس الأمن موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى التفاصيل أعلن المستشار الإعلامي بوزارة الصحة أميل الهاشمي مقتلاء مدنيين وإصابة أربعة آخرين إثراء قدائف أطلقتها ميليشيات حفتر ليلة الخميسة على منطقة الهضبة البدري بالعاصمة رابلوس ومن الهاشمي في تصريح لبنوراما أن القذائف إلى جانب ما تسببت به من خسائر في الأرواح فإنها ألحقت أضرارا بالمنازل وممتلكات قطنها تجدر الإشارة إلى أن أربعة أطفال فرق الحياة يناير المنصرم جراء سقوط قذي فأطلقتها ميليشيات حفتر بأحدى شوارع منطقة الهضبة البدري وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق قد أعلنت الأربعة وفات مواطنين وجرح أربعة آخرين جراء القذائف التي أطلقتها ميليشيات حفتر على منطقة تطريق الشوك بترابلوس هذا وأفاد مكتب الأعلام الحربي لعملية بركان الغضب لبنوراما أفاد بسقوط قذائف أطلقتها ميليشيات حفتر على الأحياء السكانية بطريق السدر كما سقطت قذيفة أخرى بالقرب من كرية الزراعة في جامعة ترابلوس ما تسبب بها العن أو بها العلدة الطلب الموجودين بالجامعة قال الناطق رسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني دوغاريك إن 749 ألف مدني موجود من مناطق المفأثرة بالاشتباكات في العاصمة ترابلوس 345 ألف منهم في مناطق الخطوط الأمامية هذا ودع دوغاريك أطراف القتال إلى التقييد بالقانون الإنساني لحماية المدنيين والبنية التحتية وتجنيب استخدام الأسلحة في المناطق المقتضة بسكان مضيفا أن المدنيين ما زالوا يعانون من وطأة القتال في ترابلوس وضواحيها رغم الجهود والالتزامات السياسية المبدولة قال الناطق باسم الكلية العسكرية ترابلوس سعيد المالتي إن طلبة الجرحة جرى استهداف طيران موال لحفتر الكلية في يناير الماضي لا زالوا يتلقون العلاج في تونس مبينا أن بعضهم بحاجة للنقل إلى دول متقدمة حالة الجرحة طبعا عندنا جرحة في دولة تونس في مصحات الشقيقة تونس حوالي ستة أو سبع جرحة ما زالوا يعانون إصابتهم لا بد من نقلهم إلى دول أخرى متقدمة هذا فيما يخص الجرحة وعندنا جريح آخر تم نقله إلى تركيا وكشف المالتي أيضا أن فريقا من القضائين الليبيين قاموا بفحص دلائل استهدافة الكلية وقدموا ملفا كاملا للإدعاء العسكري وزارة الخارجية التي خاطبت بدورها المجتمع الدولي وأثبتت لهم طورة الإمارات في هذه الجريمة توصيل مبرزاتنا ودلائلنا إلى المدعي العام العسكري وقاموا بفحص المبرزات عن طريق خبرة قضائية الليبي طبعا خصائيين الليبيين الناس متخصين في المجال الأسلحة والدخائر قدموا ملف متكامل إلى الإدعاء العسكري وعن طريق الإدعاء العسكري تم إحالته إلى الخارجية خارجية الليبية التي بدورها أحالت الموضوع إلى الأمم المتحدة الأمم المتحدة بناء على التقرير شفت النتائج أن جوتيرس في تقرير واضح للعالم كله أثبتت أن هذه طائرة إماراتية ميدانيا أفاض الناطق باسم مكتب العلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد المالك المدني أن مدفعية الجيش دمرت دبابة وألية مسلحة لميليشيات حفتر إثر استهداف تجمع لهم بمحور صلاح الدين كما تستهدفت المدفعية تجمعين آخران بمحيط معسكر التكبالي حيث وصفت بأنها دقيقة وقال المدني في تصريح لبنورام الخميس أن مدفعيتهم استهدفت أيضا تجمع لميليشيات حفتر بمحور ودربيع منذ أن بدأ العدوان في إبريل الماضي تنادى تجار مدينة مصرطة وكان لهم دور في دعم جبهات القتال ومد المقاتلين بمستزمات العناية الشخصية نتابع تضحية وإيثار دعم ومساندة هي فزعة تجار مدينة لم يتخلى أحد بها عن دوره في صد عدوان غاشم لا يتوان قائده عن سفك الدماء وزرع الفتن بغية تحقيق أطمعه تنادى شباب مدينة مصرطة تجار شبابها من مدينة مصرطة تنادو من بداية العدوان على مدينة طرابس في شهر إبريل تنادوها شباب المدينة وتكاتفت الجهود وكونوا حملة أطلقوا عليها حملة فزعة تاجر نصرة لشبابنا وأبطالنا في محاور العز والشرف حملة فزعة تاجر جهاد من نوع آخر بدأ بإقامة مزاد علني لبيع ملابس رياضي أندية مصرطة بالإضافة إلى جمع تبرعات من التجار وأصحاب المحلات لتجهيز كيس يحوي على مجموعة من أدوات العناية الشخصية ومد المقاتلين بمختلف الجبهات بها من طرابلس غربا حتى أبوغرين شرقا مد لم يقتصر على تبات ومحاور القتال فقط فقد طالت حتى القوى المكلفة بتأمين الطريق الساحلي وبعض أجهزة المدينة الأمنية شفنا شنا قصهم ونحن طبعا بحكم أننا ناس حاجة خيرية فلقنا الشباب اللي غادي والأبطال نقصهم ملابس داخلية نقصهم موات تنظيف حلاقة شباش بواحد ملابس داخلية فشتيه قبعات قوانطيات اللي نقولون قوانطيات فحاولنا نجمعوهم طبعا هالتجار اللي قاعدين هنا وحاولوا هم يجمعوا بكل شيء العدوان مستمر ورجال لزالت ترص الصفوف بالميدان فيد على الزناد وأخرى تدعم بسخاء وتمد لدعم من آثر رغد العيش بقسوة الجبهات بغية كسر أحلام البغار لقناة ليبيا بنوراما عبد المنعم البوري نصرات كشفت وزارة الخارجية الألمانية من مدينة ميونيخ ستصدف الاجتماع الأول لجنة أو لجنة متابعة تنفيذ مخرجات برلين حول ليبيا في السادس عشر من فبراير الجار وأشارة الخارجية الألمانية الأربعاء إلى أن بدء المحادثة المثمتلة في اجتماعات لجنة 5 زائد 5 مع كلا طرفيا نزاع بتعاون مع الأمم المتحدة هو علامة جيدة لتنفيذ مخرجات المؤتمر وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد أعلنت أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 بدأت الأثنين الماضي بجنيف دون لقاء لجنتين على طاولة واحدة بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد طهر سيالة مع جان هيكر مستشار الشؤون السياسية للمستشار الألماني أنجيلا ميركل تحضيرات الاجتماع الوزاري الخاص باستكمال أليات تنفيذ قمة برلين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تشاور فيه الجانبان تحضيرات هذا الاجتماع المقرر لانعقاده منتصف يناير الجاري إلى جانب الضروقي لاجتماعات اللجنة المشتركة العسكرية 5 زائد 5 التي تعقد اجتماعتها هذه الأيام في جنيف بسويسرا قال مصدر في البعث الروسي لدى الأمم المتحدة أن بلاده قد تعارض مسودة مشروع القرار البريطاني بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا المقدمي أمام مجلس الأمن وأضاف المصدر في تصريح الوكالة التاس الروسية الأربعاء إنه ليس بإمكان موسكو دعم هذا المشروع التم طرحه لتصويته في شكله الحالي وفي السياق رجح مصدر دبلوماسي آخر أن يكون النصر البريطاني أمام إحدى احتمالين إما إجراء محادثات جديدة لتعديله أو الدهاب في تصويت عليه ويكون عرضة للرفض باستخدام حق النقد من جهته دعا مندو بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ماركا بيكستين جميع الأعضاء إلى أظهار المرونة اللازمة من أجل الخروج بقرار اعتماد مخرجات قمة برلين وأضاف بيكستين خلال كلمة الله الأربعاء في الجنسة المغلقة التي ناقشت وقف إطلاق النار في ليبيا وأضاف أن جهود تواصل لقرار حول تنفيذ مخرجات برلين مستمرة لافتا إلى أن القرار أصبح قيد مرحلة الصمت قبل طرحه للتصويت وتحديد ساعة إصداره بدورها طالبت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس التي تقود بلدها عملية صياغة مشروع القرار طلبت العضاء التعجيل بإصدار قرار وقف إطلاق النار في ليبيا وأشارت بيرس في كلمة لها أمام مجلس الأمن الأربعاء إلى أن بعثتها ستواصل تفاوض وستسخر كل طاقتها لإقناع الدول الرافضة بذلك منوهة إلى أن الوضع على الأرض سيء والحاجة مسال اعتماد القرار وينضم إلينا عبر الهاتف عضو المجلس الأعلى للدولة سعب بن شراد بداية أهلا بك معنا في نشرات الثالثة روسيا والصين تلوح برفض مشروع قرار بريطاني بخصوص وقف إطلاق النار ودعم مخرجات برلين كيف تقرؤون هذه الخطوة ضمن المشهد الحالي؟ سيد سعد هل أنت في الاستماع؟ نعم نعم أهلا بك نعم سيد سعد تفضل سيد سعد هل أنت في الاستماع؟ انقطع الخط مع السيد سعد بن شراد عضو مجلس الأعلى للدولة سنعاود الاتصال بك مرة أخرى قال المتحدة باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي إن الإمارات سيطالها القانون الدولي لما سببته من تدمير البلاد وقتل المدنيين الأبرياء في ليبيا وأكد القبلاوي في مقابلة مع وكالة أنضول بأنهم سيطالبون بتعويض لما تسببت بي سياسات أبو ضبي تجاه ليبيا كاشفا أن وزارة الخارجية طالبت من دولتي المغرب والجزائر التحضير لعقد لقاء على مستوى وزارة الخارجية لمناقشة رؤية موحدة لحل حقيقيا من شأنه أن يعود بالنفع على ليبيا ودول المنطقة في إطار تكوين المغرب العربي ليكون حائط صد لكل المؤامرات قال مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر أن روسيا غيرت سياستها تجاه حفتر بعد رفضها التوقيع على وقف إطلاق النار في موسكو وهو ما اعتبره الروس إهنة لهم وأكد إيشلر في تصريح تلفزيوني أن تدخل العسكري موجود في ليبيا منذ سنوات من قبل دول مصر والإمارات وفرنسا التي زودت حفتر الطرف غير الشرعي بالأزمة بكميات كبيرة من السلاح رغم قرار الحضر الدولي بالتوازي مع ورود اسمها في قائمة الدول الضالعة في خرق حضر توريد الأسلحة إلى ليبيا أكثر من مرة دعوات رسمية في البرلمان الأردني تطالب بالكشف عن طبيعة العلاقات المثيرة التي تربط المملكة بحفتر نتابع بعد الاستلاء على أسلحة وعربات لها وورودها في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة رئيس كتلة في البرلمان الأردني يطالب رسميا بالكشف عن طبيعة العلاقات التي تربط الحكومة الأردنية بقائد الميليشيات في ليبيا خليفة حفتر وفق بيان الكتلة الأردن وردت أكثر من مرة في تقارير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة ضمن الدول التي تخرق بشكل مستمر حضر توريد السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011 فقد جاء في تقارير الخبراء أن المملكة الأردنية توردت عددا من العربات المدرعة من نوع الوحش وهي في الأصل عربة الروسية الصنع أدخلت عليها تعديلات في الأردن بالتعاون مع موسكو وعربات قتالية أخرى حصلت عليها من جنوب إفريقيا فضلا عن أسلحة موجهة أخرى كRBG-32 الذي يصنع في الأردن تمتد علاقات حفتر بالأردن منذ ظهوره بالمشهد الليبي فقد تدربت بها دفعات من العناصر الموالية له من بينها كتيبة طارق بن زياد عوضا عن الزيارات الرسمية المتعددة التي أجرها حفتر للأردن والتي استقبل خلالها بشكل رسمي من قبل العاهل الأردني وتبع الزيارة إصدار بيان من الديوان الملكي كغيرهم الرؤساء الدول فضلا عن قيام عسكريين أردنيين بزيارة للرجمة مقر حفتر دور أردني ضالع في تفاصيل المشهد الليبي رغم كونه متواريا عن أنظار الإعلام فيما تبقى أسباب دعم المملكة الهاشمية لقائد العدوان غامضة إلا أن مراقبين يرون أن العاهلة والنظام الأردني يتعرضان لضغوط إماراتية وسعودية فهما الذين أقحم الأردن في معادات الليبيين في دعم الحرب على العاصمة دعا وزير الخارجية الإيطالي لوجد دماغ الولايات المتحدة إلى إيصال رسالة واضحة فيما يخص إنهاء تداخل الخارجي في ليبيا بغية الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار لما يجدد تأكيده في مقابلة مع وكالة آسوشيتت بريس الأمريكية الأربعاء أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد لفتا إلى أن هناك عملية دبلوماسية جرية الآن يجب التشبث بها لأنها الطريقة الوحيدة لإيجاد الحل في إشارة الاجتماع اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بجنيف برعاية البعثة الأممية أكد مصدر دبلوماسي بحكومة الوفاق لبنورام الخميس أكد أن الحكومة اعتذرت عن استقبال وزير الخارجية الجزائري صبري بوغادوم في العاصمة رابلوس جاء ذلك عقب عودة وزير الخارجية الجزائري من زيارة حفتر بمنطقة الرجمة ببنغازي وشخصيات بالحكومة الموازية بالبيضة اقتصاديا أعلنت الشركة الليبية نيرويجية للأسمدة الأربعاء حالة القوى القاهرة وتوقف جميع صادراتها من المنتجات والأسمدة بدءا من التاسع من فبراير للجاري وقالت الشركة في من الله نشر عبر صفحتها رسمية إنها ستوقف جميع مصانعها في التاسع من فبراير نتيجة ارتفاع كمية مخزون من خفاض القدرة التخزينية وعدم القدرة على تصدير الكاميات عبر الموانئ النفطية بسبب إغلاقها نقش مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الأربعاء مشروع قانون الترتيبات المالية للسنة المالية 2020 واتفق المجلس على عقد اجتماع يضم مصرف لبيا المركزي وديوان المحاسبة وزارة المالية لبحث ما ورد على قانون الميزانية من ملاحظات وبحث المجلس في اجتماعه الأول هذا العام الذي ترأسه رئيس المجلس الرئاسي فأسراج التأمين على أسطول الشركات الطيران المحلية ضد كوارث الحرب والأزمات بالتنسيق بين وزارتي المواصلات والمالية سجلت السعار صرف العمولات الأجنبية الأربعاء انخفاضا ملحوظا بعد استقرارها لأربعة أيام متتالية حيث وصل سعر صرف دولار إلى أربعة دينار وسبعة وعشرين درهم للدولار الواحد بعد أن استقر على أربعة دينار وخمسة وثلاثين درهم أما اليورو فقد انخفض هو الآخر ليصلا إلى أربعة دينار وسبعة وستين درهم بعد أن استقر على أربعة دينار وسبعة وسبعين درهم لليورو الواحد النشر متواصل مشاهدين وفيها بعض الفاصل داخلية الوفاق تبحث مع الأجهزة الأمنية بغريان الخطة الأمنية ومدى جاهزيتها اشتركوا في القناة بركان الغضب يتور في وجه الطغيان ويلفط ميليسيات حفتر الإجرامية من داخل غريان مشاهدين أهلا بكم من جديد عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بحكومة الفاق الوطني محمد مدغي ثلاثة بغريان عقد اجتماعا مع المجلس البلدي والأجهزة الأمنية وذلك لمناقشة الخطة الأمنية لتأمين المدينة كما قام الوكيل بجولة ميدانية داخل المدينة الوقوفية على سير عمل الأجهزة الأمنية والغرفة المشتركة وكذلك زيارة أقسام مدرية الأمن للاطلاع على مدى جاهزيتها وتوفير احتياجاتها استعدوا معهد الدراسات وتدريب بلدية الزهرة لتخريج دفعة جديدة من منتسب جهاز الحرس البلدي نتابع دعما لجهاز الحرس البلدي واستعدادا لتخريج الدفعة الجديدة من منتسب الجهاز بمنطقة الزهرة ينظم معهد الدراسات والتدريب تدريبات عملية لمنتسبيه تجهيزا لتخريجهم ومباشرتهم عملهم واندماجهم مع زملائهم بالفرع وتم تدريبهم تدريب في مصر وعراقي من قبل مركز تدريب حرس البلدي الزهرة حاليا اجتازهم مرحلة المصير والدوران في جميع الاتجاهات وقابلين على مادة القانون الحرس البلدي اكثر من 145 متدرب اجريت لهم جميع الفحوصات واجتازوا اغلب الاختبارات لضمني ان يكونوا وفق المطلوب للعمل بمؤسسة تحافظ عالي الامن الغذائي للبلاد اختلفت مدن متدربين بين اغدامس ودرج ونالوت وطرابلوس بالاضافة الى منطقة الزهرة ومحيطها اجتمعوا على التعلم والتدريب من اجل تفوق وخدمة الوطن والمواطن بعزمهم واسرار مدربيهم رغم كل الظروف زي ما شاهدنا احنا الحقيقة للرجل الحرس البلدي يفتقر للعناصر البشرية ومنها نقض حتى على بطالة الشباب شباب مختبر العمر من 18 الى 23 عام منها يسكروا الموضوع البطالة ومنها نحن حرس البلدي نستفيد هذه الخطوة ستسهم في تحسين عمل جهاز الحرس البلدي في جولاته للمحال والاسواق التجارية من اجل ضمان وصول جودة المنتجات والمواد الاساسية لمستهلكها وفق الشروط والمعايير المعتمدة من قبل الجهات الرقابية اقدت وزارة التعليم اجتماعها العادي الثاني برئاسة وزير التعليم المكلف محمد عماري وذلك لم نقشة الخطة التنفيذية للعام الدراسي 2020 التي عملت على اعدادها ادارة التخطيط والاستراتيجيات بالوزارة واستعرض الوزيرة ثلاثاء الاحصائيات التي تبين عدد الطلب النازحين من والى المؤسسات التعليمية بالبلديات والمناطق جراء الاحداث التي تشهدها العاصبة كما تطرق المجتمعون الى وضع الاليات والتجهيزات لاجراء امتحانات الشهادتين الى جانب تنظيم دورات تقوية منهجية مجالية لطلبة الشهادة بتنسيق مع مراقبي التعليم هذا العام سيكون هناك مفهوم الاوزان النسبية والعمل سيتغير قليلا في موضوع الشهادة الثانوية وهذا كله يحتاج جهد الجميع في مركز المناهج في دور التعليم الثانوي في مركز الوطن الانتحانات كل الادارات الوزارة الداعمة للوزارات لدات العلاقة حتى ان شاء الله نجتاز المرحلة بشكل سلس ونقدم لطلبتنا ما يحتاجونه من دعم قبل الدخول الامتحان نقش وكيل وزارة التعليم عادل الجمعة الاربعام مع مراقب الخدمات المالية ترابلوس الكبرى عيسى مختار نقش تأخر صرف رواتب العاملين بمراقبات تعليم ترابلوس الكبرى عن شهر ديسمبر الماضي إضافة لتأخر صرف علاوة الحصة للمعلمين عن العام الماضي رغم ورودها لحساب مراقبة الخدمات المالية ترابلوس كما تم الاتفاق على وضع معالجة لمرتبات التي ستصرف الأسبوع المقبل وضع ألية البدء في إعداد كشفات علاوة الحصة لتقوم مراقبة الخدمات المالية بصرفها لمستحقها كرمت منظمة كنوزة المعرفة بتعاون مع مراقبة تعليم سوء الجمعة المعلمين الذين ساهموا في إنجاح الدورات المجانية للطلب النزحين الفترة الماضية دعما لهم بعد أشهر من العطاء والمساعدة في ظل ظروف النزوح وتقطع سير العملية التعليمية كرمت منظمة كنوز المعرفة المعلمين والمعلمات الذين ساهموا في إقامة دورات منهجية تطوعية لطلب النازحين من مناطق الاشتباكات ليكونوا دعما لهم في استكمال دراستهم خلال العام الدراسي المنصرم حفل اليوم بإذن الله هو تكريم لنخبة المعلمين المتطوعين الذين لبوا النداء بدون أي إدارة تابحهم بدون أي راتب حيتقاضوه بدون سجل غياب وحضور بدون من يتابحهم كان فيهم روح الوطنية تجسد فيهم روح الوطنية بشكل لا يوصف ما يزيد عن الخمسمائة وخمسين طالبا حضروا الدورات من مراحل تعليمية مختلفة وبإشراف خمسة وثلاثين معلما في مختلف المواد الدراسية الدورات تميزت باستخدام طرق تعليم حديثة ووسائل إضاح تساهل وتبسط المعلومة لضمان وصولها كما تخللت ساعات التدريس حلقات نقاش وتدريبات عملية على أساس مجموعات لتعلم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد حاولنا قدر المستطاع أن نستقطبهم أن نحتويهم طبعا المعلم ما هوش تلقين معلومة بس ولكن هي أكثر شيء نشغله على العامل النفسي في الظروفة هي بالذات يعني العامل النفسي أكثر من الجانب التربة أو الجانب العلمي المبادرة أتت للتخفيف من معاناة النازحين والترويح عنهم بطريقة مفيدة يستدركون بها ما تأخر عليهم من منهجهم بسبب إغلاق المدارس قام فريق التدقيق بمركز ضمان جودة اعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية في ليبيا قام بزيارة إلى كلية الاقتصاد بجامعة الزاوية نظري في طلب الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسي التفاصيل في السياق التقرير التالي نتابع في إطار مساعي كلية الاقتصاد بجامعة الزاوية للحصول على الاعتماد المؤسسي كأول مؤسسة تعليم عالي تتقدم بالطلب الحصول على هذا الاعتماد قام فريق التدقيق بمركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية في ليبيا بزيارة إلى الجامعة من أجل تقييم أدائها الهدف من هذه الزيارة اليوم هو التقييم المؤسسي لهذه المؤسسة وهي أول مؤسسة حكومية يتشرف كخريق تدقيق لزيارتها فريق الجودة خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام شكل لجنة تدقيق ومراجعة لما ورد في تقرير الدراسة الذاتية وتقييم الكلية من كافة الجوانب ومد توفر الإمكانيات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وتوفر مناخ وبئة مناسبة للطلبة استعدت كلية الاقتصاد إلى العملية التعليمية المقيمة من خلال مكتب ضمان الجودة فريق العمل يتكون من 43 شخص من إدارة الكلية هدفهم رفع الروح المعنوية إلى أعضاء التدريس والرفع والدفع بالمؤسسات التعليمية يسعى المسؤولون على هذه المؤسسة من خلال هذا الاعتماد للنهوض والارتقاء بالمستوى الدراسي والعلمي والعمل على برامج تطويرية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية نهاية النشر مشاهدين وهد تذكير بأبرز علاويها مقتلوا مدنيا وإصابة آخرين في قصف لميليشيات حفتر على منطقة الهضبة بطرابلس الخارجية الألمانية تقول لأن لجنة متابعة تنفيذ مخرجات برلين تجتمع في 16 فبراير الجري روسيا تلوح برفض قرار وقف اطلاق النار ودعم مخرجات برلين في ليبيا المقدمة من بريطانيا بمجلس الأمنى لمزيد من الأخبار نلقاكم على الأساس ساعة في أمن الله موسيقى موسيقى